تظهر مواطنون من أهالي قضاء السلمان الواقع في بادية المثنى للمطالبة بزيادة حصة القضاء من الوقود وزيادة الساعات تنشيز الطاقة الكهربائية في القضاء الذي يعتمد على المولدات الحكومية من قضاء السلمان لليوم الثاني خرجنا مظاهرة سلمية مطالبين وزارة النفط بالموافق على زيادة حصة القاز حصة القاز التي تنقذنا من واقع اللي هي بالحار وهو فصل الصيف مثل ما تعرفون حرارة هذا الفصل لذلك توجهنا للسيد المحافظ وبينا لقضية السلمان فالزلمة جاوب ويانا صراحة ورفع كتاب لوزارة النفط بس وزارة النفط ما جاية توافق على زيادة حصة القاز هذه المناشدة خاصة إلى وزير النفط السلمان في مولدات ديزل متهالكة والقاز لا يكفي لتشغيل هذه المولدات ونحن أيها الأحبة الأخوة السياسيين وزير النفط وزير الكهرباء مصطفى الكاظم يا سيد وزير الرئيس الوزراء هذه مناشدة لكم من هذا القضاء قضاء السلمان وناحية بصية فإذا لم تجدوا حلا لمسألة القاز في هذا القضاء سنخرج مظاهرات أكبر من هذه المظاهرات وسنغلق السلمان وبصية على الشركات النفطية إن محطة قضاء السلمان سوف تتوقف في الأيام القليلة الآتية بسبب عدم توفر القاز لها يعني نحن كمواطنين من قضاء السلمان ثرجنا اليوم بمظاهرة احتجاجا على عدم زيادة حصة القاز إلى قضاء السلمان يعني من قبل السيد وزير النفط ونحمله كامل المسؤولية